أتكلم عن الشيء ده الحين سبع ثمان عشر ساعات تقريبا حلو اللي هو موضوع تأجيل المباراة حق مباراة الهلال الفيحة والفيحة في سمعت قبل شوية مداخل الرئيس نادي الفيحة في الاس اس سي مع زميل عبدالحمن الحميدي بقول لكم على نقطة مهمة ونصيحة بلاش ونحن دائما نحب نقدم النصايح بلاش مجع مستشار ببلاش أنا ما بغا تكلم عن التأجيل صحته من عدمه أهميته من عدمه فايته من عدم فايته هذا الموضوع كله ما لدي علاقة فيه أندية في الدولة تقدر تاخذ موقف إذا عاجبها ما هو بعاجبها كل واحد يقدر يعب عن رأي أنا ما بواقف عند هذا الموضوع أنا بس لفت نظري في كلام رئيس نادي الفيحة لما قال القرار وصلنا بدون توقيع فنصيحة خذ القرار اللي تشوفه أنت صح اللي تشوفه أنت مناسب اللي تشوفه أنت عادل بس اللي ياخذ القرار يوقع بس عشان ما حد يدخل في علامات الاستفهام ويبدأ قد يألف قصص ويقعد يقول ليش وما ليش اللي ياخذ القرار يوقع عليه إذا كانت القرارات جارة العادة أنها توقع فالمفروض أنه إذا كان كلام رئيس نادي الفيحة صحيح اللي ياخذ القرار يوقع يقول أنا اللي ياخذ القرار وإذا القرارات ما تحتاج توقيع وتروح للأندي بدون توقيع يطلع أحد ويقول يا رئيس نادي الفيحة شفيك أنت زعلان أن القرار مموقع كل القرارات تطلع بدون توقيع يجيك إشعار إذا أخذت القرار وقع عليه بس أي أن كان إذا كان هذا هو الإجراء الصحيح رئيس نادي الفيحة يقول ما أحد أخذ رأي إذا النظام يقول أنك تاخذ رأي فمن حق الفيحة أنا يقول لك ليش ما أخذت رأي إذا النظام يقول لك ما هو بلازم تاخذ رأي أحد أنت شوف المصلحة أين واخذ القرار يطلع أحد يقول يا رئيس الفيحة ما هو بلازم أخذ رأي بالطرف الآخر هذه نصائح بسيطة علشان ما أحد يروح يقدر يألف قصص ما أحد يقدر يقول لك ليش وش السبب ومين سوى كده والمجتمع هو الأقص ليش يعني أنت خلاص أخذت قرار تشوف أنه صح واثق فيه تشوف أنه عادل قال أنا اللي أخذت القرار لا تترك بدون توقيع إذا كانت القرارات أصلا تصدر بتوقيع وإذا كان النظام يقول أنك لازم تشاور ليش ما شاورت وإذا النظام يقول لك ما تشاور أحد قلت رأي النظام ما مفرض أنه يشاور أحد ورئيس نادي الفيحة يجي التبليغ مع العلم أن رئيس نادي الفيحة ذكر في كلامه أنه ما عنده اعتراض لو بلغ بالتأجيل من فترة خصوصا أنه الهلال كان واضح خلاص عارفين الهلال بلعب النهائي يوم السبت فبإمكانك من الخميس أو الأربعة أو حتى الجماعة تقول يا جماعة ترمبرات الفيحة مؤجلة هذا احتجاج رئيس نادي الفيحة أنا كل هذا التقديم التأخير مو موضوعي أنا موضوعي ليش ما حد يوقع إذا كانت القرارات توقع